تسلم اليوم أمين الدولة في الصحة العامة دكتور محمد النظيف يوسف معدات مقدمة لدارة الصحة المعدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية تتمثل في 30 دراجة نارية ديقة محمد الحاج تسعى منظمة الصحة العالمية لدعم الحكومات لمعالجة المشاكل الصحية على الصعيد العالمي وضبط برنامج البحوث الصحية وتقديم الدعم التقني إلى البلدان الأعضاء لحماية الأمن الصحي وتعزيز النظم الصحية فيها وفي نفس الإطار قدمت وزارة الصحة العالمية لوزارة الصحة العامة 30 دراجة نارية في شكل هدية ليتم توزيعها لـ 30 مراكز صحية في مختلف أقالم البلاد ممثل منظمة الصحة العالمية جانبوسكو أوضح في كلمته عن دور ونشاطات المنظمة في تاد وأن هذا العطاء يعتبر جزء من كمية المساعدات التي ستقدمها في المستقبل لأن حماية صحة الأم والطفل تعد ضمن أولويات المنظمة العالمية للصحة وبعد تقديم المفاتيح رسميا من قبل ممثلة منظمة العالمية للصحة لأمين الدولة في الصحة العامة حيث أعرب أمين الدولة في الصحة العامة عن شكره للمنظمة نشكره كثير على هذه الهدية القوية وهذا العطاء لوزارة الصحة فإن شاء الله نكون أمينين هذه الدراجة إن شاء الله من اليوم وغد تذهب إلى أماكنها وتكون فاعلة ونشير إلى أن الدراجات النارية قدمت للعمل في مجال تخطي الصحية ببعض مناطق البلاد وخاصة في حملات التطعيم ضد شلال الأطفال